بالمناسبة يعني برضو عايزين نتكلم حضراتكم بقى عن الفريق الاول لكرة القدم لان احنا عندنا بكرا ان شاء الله ماتش مهم جدا وبالمناسبة كل الماتشات اللي جاية في الدوري حتلاقيونا بنقولكم عليها ان هي ماتشات مهمة ايا ان كان اسم الخصم او المنافس ايه كل ماتش في الفترة اللي جاية حيكون ماتش مهم بكرا ان شاء الله عندنا ماتش قدام غزل المحلة تاني ترتيب المسابقة حتى هذه اللحظة برصيد عشر نقاط على ملعب الغزل في مدينة المحلة المباراة زيها زي كل ماتشات الموسم اهميتها في حتمية الفوز وبالتالي الابتعاد اكتر بصدارة جدول الدوري خصوصا ان المرحلة اللي جاية هتشهد كمان عودة اكتر من لاعب من المصابين اللي كانوا غايبين عن الفريق الفترة اللي فاتت وبرضو بمناسبة الحديث عن المصابين عايزين نقول الالف سلامة لنجم الفريق اللاعب الدولي طهر محمد طهر اللي اصيب بجزع في الرباط الداخلي للرجبة ان شاء الله يرجع بسرعة وبالف سلامة باذن الله طبعا طهر محمد طهر من اللعيبة المميزين جدا ويعتبر اضافة كبيرة لخط هجوم النادي الاهلي وشفنا متقلق الفترة الاخيرة طبعا تحت قيادة مارسل كولر خلينا نقول كمان سريعا ارقام طهر بقى بما اننا اتكلمنا عنه اجمالا نشارك طهر محمد طهر مع النادي الاهلي في 82 مباراة ما بين اساسي وبديل في كل البطولات سجل خلالها 11 هدف وصنع خلالها 9 اهداف توج مع الفريق بلقب دوري ابطال افريقيا مرة واحدة وكأس مصر مرة واحدة وكأس السوبر المحلي مرة وكأس السوبر الافريقي مرتين وبرونزية كأس العالم للاندية مرتين وكل تمنياتنا بتشبهاء العاجل لطهر محمد طهر طيب ده بالنسبة طبعا اخبار الاهلي ولسه هنتكلم في تفاصيل كتير للمباراة بإذن الله المرتقبة ونتمنى بإذن الله برضو ان يبقى يا كريم في محافظة على المستوى بتاعنا يعني احنا بتدينا بداية موفقة جدا افريقيا ومحليا ولحد دلوقتي ما شفناش يعني لعب مش قد كده أو ما شفناش مثلا روح الاهلي غايبة الحمد لله حد هذه اللحظة خطواتك ثابتة إلى حد كبير رجعت تاني للاهلي تدينا ننسى شوية الموسم اللي فات بما يحمله من مشاكل بما يحمله من صعوبات بما كان يحمله من خسائر كمان خلينا نقوله ومستوى ما كناش ده مش النادي الاهلي خلينا نكلم بصراحة برضو ما نشرت لعني جامل الكلام كان واضح الموسم اللي فات فعلا لم نوفق بس الأسباب كتيرة ومنها أسباب كانت خارج عن إرادتنا بس في المجمل لم تيجي تقول الكونكلوجن لا ما كانش ده النادي الاهلي بس ده بيحصل برضو مع أي نادي كبير في العالم وحصل مع برسلونا وحصل مع منشستر ينايتد وحصل مع ناس كتيرة جدا ناويد كتيرة جدا